كانت كلمة العلم عند المسلمين يعني العلم بالدين فالعالم هو اللي يعرف بالفقه والشرع والتعليم الديني اللي يربط بين العلم والدين عمل الكتاتيب هو تعليم القرآن علشان يعرف الشخص أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وحفظ صور من القرآن الكريم للصلاة فيها استمر التعليم الديني قائم على معرفة أحكام الصلاة والزكاة والأرث الشرعي والصوم علشان نلقى جيل من الأئمة للجوامع يعرفون الشرع وأموره وشعائر الدين وبجري لما نطلعت المدرستين الأحمدية والمباركية اهتموا بالتعليم الديني والتعليم الدنيوي لكن ما كان كافي وبدأ التفكير بالتعليم الديني المنفصل والمتعمق اقترح الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة على الشيخ عبدالله الجابر أنهم ينشؤون معهد ديني بالكويت ووافق الشيخ لأن الكويت من شعب وحكام مت مسكين بالدين والروح الدينية الإسلامية وأرسل الشيخ عبدالله الجابر بعثة للأزهر في عام 1939 وهالبعثة كانت أول بعثة للأزهر الشريف في مصر والطلاب كانوا عبدالعزيز حسين وأحند مشار العدواني ويوسف الحسن البدر ويوسف العمر علشان يمسكون المركز بكل أموره بدأ المعهد الديني في سنة 1945 ودرسوا فيه شيوخ أفاضل منهم الشيخ عبدالعزيز حمادة والشيخ عبدالله النوري وبعد من الله سبحانه وتعالى أكرم دولة الكويت بالنفط اتسعت فكرة المعهد في سنة 1946 وطلب الشيخ عبدالله الجابر من الأزهر أنه يرسل بعض علماء للتعليم الديني في الكويت وما ننسى أن الأزهر تبنى المعهد تبني كامل وكان للفضل في إنشاء مناهجه وبعثاته واعترف بشهادته وكانت أسئلة الامتحان اتهي منه حتى إنشاء جامعة الكويت وتبرع الأزهر بالكتب للمعهد الديني ترجمة نانسي قنقر